السلام عليكم. النهاردة جايبا لكم طريقة عمل الفيديو الجميل ده. فيديو ماداليا بالخرص. لرمضان كل سنوات طيبين على الابواب. طبعا احنا عملنا اكتر من فيديو قبل كده على فوانيس. حاسبها لكم في علامة الايفو وفيه صندوق الوصف. يلا نبتدي بقى باسم الله. اول حاجة هنبتدي من تحت آآ ست خرزات. هنقفلهم زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. الالوان زي ما قلت لكم اكتر من مرة. الالوان دي بتاعتكم. احنا دلوقتي اشتغلنا ست خرزات واخر خرزة بنرجع فيها بالخيز زي ما انتم شايفين عشان نعمل العقدة بتاعتنا. الخط التاني مندخلها في الفيونكا دي او العقدة بتاعتنا. نبدأ نشد ونخلي السلكين قد بعض. وتشد معلش جامد شايفين انا بحاول اقرب لكم عشان اوريكم العقدة لازم تخش جوة الخرزة بتاعتنا عشان الشغل يبقى متقفل كويس. اهي? شايفين? بتدخليها كده وكده خلصنا اول غرزة معانا اللي هي سوداسية. عملتي ست خرزات. هنبدأ بعد الوقت نشتغل على كل خرزة. آآ تبقى غرزة خماسية. فاحنا معانا خرزة يبقى هنحط اربع خرزات. الالوان برضا بتاعتكم آآ براحتكم. انا عملت تشكيلة الوان زي ما انتم شايفين. فوانيس كتير معمولة اهي. كلها الوان مختلفة. انا حبيت دلوقتي اجرب معاكم آآ لونين زي ما انتم شايفين عشان تكون الشغل باين معانا ما حاولتش اعمل الشفاف عشان الشغل بس يبقى باين معانا. دلوقتي آآ حطينا اربع خرزات. وبدأنا نقفل اول في يونكة معانا واول عقدة. بتقوم يحط الخطين كده وتبدأي تشدي جامد شايفين? تبدأي تشدي جامد لتحت. وتقوم يشد الخطين بحيس ان العقدة او العقدة بتاعتنا تكون جوة الخرزة. انا بحاول اقرب بس عشان اباين لكم العقدة لازم تكون وتكون يشد جامد عشان الشغل اللي معانا يبقى جامد. هنبدأ ندخل السلك معانا في الخرزة اللي جنبيها. حتدخليها كده. يبقى كده معانا احنا مفهول نعمل خمس آآ غرزة خماسية. احنا الوقتي معانا خرزتين يبقى حنحط تلاتة. تمام? هنحط تلاتة عشان تبقى غرزة خماسية. دلوقتي انا حطيت التلات خرزات. انا بسرع بس الفيديو عشان آآ انا بس بقول لكم الفكرة. هنحط التلاتة ونرجع تاني في اخر خرزة. وتحطي الخط بالشكل ده وتشد التحت وتحاول تخلي العقدة جوة الخرزة. شايفين شكله بقى عامل ازاي? هنحط تاني الخيط. وهكزا. لحد ما نكمل بقية السطر بتاعنا. الفنوس جميل جدا وسهل جدا وتقدر يتعلمي آآ اطفالك لو آآ يقدروا يمسكوا الخيط والخرز. آآ تقدر بتعلميهم. آآ او انت تشتغل كميات وآآ تهدي بيها اللي تحبيهم. او تبعيهم. يعني موضوع آآ حلو جدا وما بياخدش معاك آآ مجهود خالص. شايفين? انا بدأت على كل خرزة. اعمل غرزة خماسية. هنكمل بقية السطر بنفس الشكل. اهم حاجة تكوني شدة كويس جدا الخيط. آآ تهتمي ان العقدة تكون جوه الخرزة. آآ تركزي كويس او انت بتشتغلي على الان يخرزة وبمفروض كام ناقص وهكزا بحيس ان الشغل يطلع في الاخر مزبوط. طبعا لو انت اشتغلتيه كتير هياخد معاك مدة صغيرة جدا. يعني ممكن ياخد معاك مسلا عشر دقايق. ويمكن اقل كمان. انا كده وصلت الاخر غرزة في السطر. اخر غرزة مش هندخلها في الخرزة دي بس. لأ هندخلها في الخرزة التانية. يبقى معنا تلت خرزات زي ما انتم شايفين في الفيديو. يبقى ناقص على الخمسة اتنين. فهتعمل دلوقتي هنحط دلوقتي خرزتين. اخر غرزة. ونقفل بنفس الطريقة بتاعتنا. كده نكون خلصنا الجزء اللي تحت الاعدة بتاعت الفانوس. شايفين شكلها حلو جدا. الاعدة بتاعتنا اهي. ودي اعدة معظم المديليات تقريبا يعني. اه دلوقتي هنبدأ نشتغل في الجزء البطن الفانوس او جزء اللي في النص. اه طبعا الخيط احنا ما بنقصوش عشان ما ما يبوصل كل شغلنا. هتبدأ يتدخليه بحيث يطلعيه على الخرزة اللي فوق اللي في السوداسية اللي في الاول. انا دلوقتي طلعته. وبدأت ايه هحط في خيط زي ما انتم شايفين تلاتة ملونين اتنين اللون التاني وواحدة. وفي الخط في الخيط التاني هحط اتنين بس. العمود بتاعنا يعني تلاتة واتنين وتلاتة. طبعا اه هحط تلاتة واتنين ولون من التاني عشان يطلع الخيط في الخرزة دي عشان اقدر اكمل شغل معي. هوريكو دلوقتي يطلع عامل ازاي? شايفين جماله? هبدأ بقى الخيط اللي تحت ده ادخله في الثلاث خرزات دول. وبعد ما دخله في الثلاث خرزات زي ما انتم شايفين كده احنا ايه? اتنين ملونين اللون التاني واحدة والخط التاني هنحط فيه اتنين عادي. هادي الواحدة اللون المختلف والخط التاني هنحط فيه اتنين. هنشتغل على كل خرزة اه تمن خرزات. تلاتة واتنين وتلاتة. بس هنحط في خيط تلاتة واتنين. وخرزة من التلاتة والخط التاني هنحط فيه خرزتين. وهكزا. اديني كده خلصت اول غرزتين بردك هدخل الخيط في الغرزتين التانيين دون. تلات خرزات. وهشتغل بنفس الطريقة بقية الفانوس كله. طبعا الفانوس اه حابة تزودي في العمود اللي احنا عميينه اللي هو تلاتة واتنين وتلاتة. هيبقى شكله بردك ارطف. وهعمل لكم بردك فيديو ليه لما ازور هيبقى شكله عامل ازاي. هنكمل بنفس الشكل اهم حاجة كل شغلك تكون عامله بالعقدة عشان ما يبقاش ميع. ما يبقاش الفانوس لما تمسكيه كده تلاقيه طاري. لأ احنا عايزين الفانوس يكون مشدود يكون آآ جامد يبقى شكله جميل جدا في الشغل. هنكمل بنفس الطريقة هندخل الخيط في الثلاث خرزات. انا دلوقتي خلصت. جيت بقى هنا. طبعا حطيت الخيط تلات يعني هنزلته في تلات خرزات والخرزة والتلات خرزات. حطيت بس اللونين اللي في اللي في الاخر. اللي هو اللونين بس المختلفين. زي ما انتو شايفين انا كده قفلته. ناقص راس الفانوس. هنشتغل على كل خرزتين غرزة خماسية. كل خرزتين. يبقى ناقص تلات خرزات. يعني انتو هتدخل الخيط في خرزتين. في خرزتين. يبقى ناقص تلات خرزات. عشان يبقى خماسية. برضك الالوان دي بتاعتك. وكل ما بتشكلي في الالوان بيبقى شكله حلو جدا. برضك عملنا العقدة. شايفين بعد ما تقفل شكل عامل ازاي? هندخل الخيط بقى في الخرزتين اللي جنبي. احنا هنا في السطر ده بنشتغل على خرزتين. مش على خرزة واحدة. يعني احنا كل الشغل اللي كان تحت شغالين على كل خرزة الغرز. لكن هنا بنشتغل على خرزتين. غرزة خماسية. فبنشتغل على خرزتين. يبقى بنحط تلاتة. وطبعا بيبقى معانا غرزة. آآ طالع معانا. بيبقى بنحط خرزتين. جينا هنا في الاخر معانا اربع خرزات. دخلنا الخيط فيهم كلهم. يبقى ناقص الخرزة الاخيرة. شايفين الفنوس سهل جدا جدا. بيخدش معاك وقت. ولا مجهود. وشكله رائع. كده هنشتغل برضك على خرزتين. اخر حتة في الفنوس هنشتغل على خرزتين. غرزة خماسية. يبقى هنحط آآ ثلاث خرزات فقط. هنرجع بالعقدة بتاعتنا. ونشد الخيط كويس. طبعا لو الخيط خلق خلص منك حاول ما يتقصش حاول تعملي العقدة دي. وتكملي وتماشي الخيط في آآ الخرز كتير. عشان ما يفكش معاك. عايز اقولك ان الفونيس دي بتقعد سنين آآ مع الشخص اللي بياخدها وبتبقى حاجة حلوة جدا ان ذكرى منك لي. سواء بقى باعتهوله او ديتهوله دي. آآ بتبقى بجد حاجة حلوة لانه بيعيش كتير. مش زي الفونيس الخشب او اي فانوس بلاستيك او الفونيس التانية الشعبية. على طول الاطفال بتقوم كسراها او بيتحدف. لكن ده بصراحة بيعيش كتير جدا. دلوقتي انا قفلت اخر غرزة هندخل في الاربع خرزات الخيط. الخرزتين الاساسيين والخرزة الجانبية. وحنقفل ويبقى كده خلصنا الفانوس بتاعنا. طبعا الميدالية بتاعتنا هنحطها بعد آآ وانتي بتحركي الخيط في الخرز عشان تسبتي عليه. هتحطي الميدالية بتاعتك وتبدأ تمشي عليها اكتر من مرة. وبكده نكون خلصنا الفانوس بتاعنا. بجد آآ ما خدش معاك ولا مجهود ولا وقت. آآ النتيجة فعلا رائعة. تقدر هادي بيه اللي بتحبيه او تعمل ايه كمشروع تكسبي منه. ياريت لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملو سبس كراب لقناة واتفعه الجرس علشان يوصلكو كل جديد واستنوني في فيديوهات تانية كتير. باي باي.